بين عراقة الماضي وعبق الأجداد انشغل هاوي جمع المقتنيات القديمة راشد يتيم في البحث والحصول على التحف والقطع النادرة التي وضعها في محله الخاص لما تحمله هذه القطع من أهمية في نفسه كاستحضار الزمن القديم واسترجاع الذكريات الجميلة التي لا يمكن أن تنسى الزميلة إيمان شرف زارت المحل وعدت لنا التقرير التالي فلنتابع بعد رحلة من العنى أمضاها التاريخ البحري الكويتي في البحث عن بوم مفقود يسمى ببوم فتح الخير والذي يعتبر من أقدم السفن الشراعية وعرقها وأحد الرموز التراثية لدولة الكويت ليعود البوم بعد العثور عليه مدللا وفي أبهى حلته إلى دياره بالمركز العلمي الكويتي ومن هذه الحكاية تعلق جامع التحف والأنتيك سراشد يتيم في أن يخوض رحلة طويلة لجمع المقتنيات القديمة ونشر ثقافتها عبر محله الصغير الذي أطلق عليه جالري فتح الخير بمسألة اقتناء التحف ومثلا السفر إلى بعض الدول العربية أو الأجنبية من خلال حضور مثلا مزادات أو حضور متاحف أو حضور ندوات معينة تثقيفية في مجال التراث هذه فهذه في الحقيقة هي البداية يعتبرها التحف الأثرية البحرينية والعالمية لعلها شواهد على زمن الأصالة والعراقة فالصمت هنا قد لا يخيم على الموجودات ففي كل ركن أو زاوية في هذا المكان لها قصة تحكي فيها ماض وتأريخ الأجداد لتعيش الزمن القديم بكل تفاصيله المحل الذي يحط شعار جالري فتح الخير هو معا نحافظ على التراث الوطني وهذه في الحقيقة رسالة الجالري ورسالتي أنا شخصيا الدخول في هذا المجال هو ما بس للتجارة هو كثقافة في ذلك يعني يجب أن يكون الشخص اللي هو يعني ينتمي إلى هذه المهنة أو مثلا يتبنى هذه المهنة تكون عنده ثقافة يعني ثقافة أنت لما ماتي ويكزائر ولا كذا وتشرح له أو يكزبون وتشرح له عن القطعة أو عن تاريخ معين فهذه هو جدا جدا مهم في الحقيقة في هذه المهنة أعتقد مشغولات فضية ونحاسية وبعضها طقوس وعادات بحرينية توثق تأريخ البحريني وثقافته فمنذ سنوات طوال غمره حب الأنتيكات حتى أصبحت شغله الشاغل واتخذ منها سلوة للتقصي في اكتشاف أسرارها بحثا عن الأنتيكة ذات القيمة الأصلية في هذا المكان جمع الكثير من المقتنيات والتحف القديمة التي أصبحت تحمل الكثير من الدلالات والرموز التاريخية وأصبحت محل اهتمام للكثير من هوات التراث وقطاع الأنتيك إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر